موسيقى مشاهدين نرحب بكم ضمن هذه الحلقة الجديدة من برنامج ملف خاص افتتحت جمهورية جواتيمالا مطلع شهر دجنبر الجاري قنصرية عامة لها بمدينة الداخلة مؤكدة بذلك دعم القوية لسيادة المملكة على كافة ترابها بما في ذلك الصحراء المغربية ليتفع بذلك عدد القنصليات التي تم افتتاحها بالاقاليم الجنوبية للمملكة الى 28 قنصرية ما بين مدينتين الداخلة 16 قنصرية والعيون 12 قنصرية ومعنا ضيفا للتفصيل في هذا الموضوع السيد الحسن اقرطيت الكاتب والباحث في العلاقات الدولية اهلا وسهلا سيدتي وشكرا مرحبا بكم ومعنا ايضا عبد الفتاح نعوم المحلل السياسي اهلا وسهلا بكم اهلا وسهلا 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 شكرا جزيلا للسيدة مرحبا ومعنا ايضا السيد الحسن بوشماما الكاتب المتخصص في الشأن السياسي اهلا وسهلا وسهلا شكرا على السيدة مرحبا اذا نبدأ معكم أستاذ قرطيت ويعني نريد ان نتحدث بداية عن الدلالات الرمزية الافتتاح قنصلية جديدة لقواتيمالا بمدينة الداخل اي دلالات رمزية لهذا الافتتاح الذي تنضم بذلك به قواتيمالا الى مجموع البلدان التي تدعم مخطط الحكم الذاتي في الاقاليم الجنوبية تحت السيادة المغربية ينبغي في البداية الاشارة الى ان افتتاح قواتيمالا لقنصلية على المستوى مدينة الداخلة هو حدث مهم جدا وله دلالات متعددة بالنظر الى طبيعة هذه الدولة هي اولا دولة تتموقع في امريكا الجنوبية في امريكا الوسطى بالتحديد دولة تختزل تاريخ امريكا الجنوبية بشكل عام وفي نظري التحق هذه الدولة بركب الدول التي قامت بافتتاح قنصليتها او تمتليتها الدبلوماسية على المستوى العيون والداخلة هو في اطار التحولات القبرى التي تعرفها المنطقة وفي اطار المقاربات الجديدة للعديد من الدول التي تنتمي لحلف واسع ينتمي له المغرب لذلك اعتقد انه ينبغي التذكير اولا على ان جواتيمالا هي اول ديمقراطية على المستوى امريكا الجنوبية جواتيمالا دولة تبنت النظام الفيستفالي او العقيدة الفيستفالية المرتبطة بسيادة الدول وبوحدة الدول واعتقد ان هذا الموقف هو نابع من الدستور الاول الذي تبنته جواتيمالا سنة 1812 والذي تشبع بافكار التورى الفرنسية وبافكار العقيدة كما قلت الفيستفالية التي تجعل من سيادة الدول نقطة ارتكاز اساسية على المستوى العلاقات الدولية وعلى المستوى السياسة الخارجية كذلك ينبغي التذكير لان جواتيمالا تنتمي لهذا الحلف الواسع بقيادة الولايات المتحدة الامريكية خصوصا واننا نعيش الان ميلاد هذا الحلف القوي الذي يربط بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة واستراليا وكندا كذلك الى جانب كوريا الجنوبية على المستوى اسيا وبولندا على المستوى اوروبا واسرائيل على المستوى الشرق الاوسط وكولومبيا على المستوى امريكا الجنوبية وبطبيعة الحال المغربية ينتصب كدولة حليفة على المستوى الاستراتيجي للولايات المتحدة وقواتيمالا هي في قلب هذا التحالف منذ سنوات طويلة على اعتبار ان هذه الدولة عاشت مرحلة تاريخية مهمة جدا ارتبطت بالولايات المتحدة بشكل كبير ارتبطت بالجغرافية السياسية للولايات المتحدة ولسياستها الخارجية على المستوى امريكا الجنوبية وبالتالي هذا الموقف من كواتيمالا الذي عبرت عنه اثناء اعمال امم المتحدة الجمعية العامة مؤخرا هو كان مرحلة اولى بطبيعة الحال وتم اتخاذ هذا القرار بطبيعة الحال لتكريس سيادة المغرب هذه الدولة الحليفة على المستوى هذه الحيث كما قلت لتكريس سيادة المغرب على هذه الاقاليم الجنوبية وبطبيعة الحال لتمتين هذا التحالف الدولي الان الذي قلت على انه في طور نشأة وانه يعمل على ترصيص صفوفه إن على المستوى الاقتصادي السياسي على المستوى الدبلوماسي على المستوى السياسة الخارجية على المستوى الإقليمي وعلى المستوى الدولي كذلك طيب أستاذ نعم أتحول إليكم ما تحدث الأستاذ قرطيت عن التحالف الدولي وتعزيز هذه العلاقات الاقتصادية اليوم أي طموحات اقتصادية لقواتيمالا من خلال فتح قنصرية عملها بمدينة الداخل هو أولا العمل والنشاط القنصري من بين القضايا الرئيسية التي يوكلها إليها إلى القنصريات للاتفاق فينة للعام 1961 الذي ينظم شؤون القنصري والديبلوماسية يوكل إليها المهام الاقتصادية المشهورة الاقتصادية حتى الاستطلاع والدراسة ومعرفة البيئات الاستثمارية في البلدان المرضيفة فعلاوة على كون القنصريات حينما تفتتح بناء على هذه الوثيقة أو على هذا الاتفاق أو على هذا النص القانون الدولي هي تعتبر بوابة من بوابات الاعتراف بالسيادات الدول على ترابها هو أيضا له هذا البعد وبالتالي قواتيمالا هي دولة بشكل أو بآخر تنتمي إلى الجنوب والآن المواضيع الاقتصادية الكبرى الموجودة في العالم توجد في الجنوب حينما نتكلم الآن عن اقتصاد الطاقة الجديدة أو الانتقال الطاقي يوجد في الجنوب الجنوب الآن هو الذي يحمل عبء الانتقال الطاقي لأنه شمال العالم ما زال غاطصا غارقا في نمط استعمال طاقي يعود إلى نهاية القرن التاسع عشر أو عفواني إلى بداية القرن العشرين يعني منذ اكتشاف المفط بالتالي الكتلة البشرية تكتل دول الذي يأخذ على عاتقه عملية الانتقال الطاقي هو دول الجنوب المغرب هو رأس الرمح هو القاطرة هو القاطرة التي تقود دول الجنوب بأكملها أولا من باب تموقع المغرب بين ضفتي الأطلسي وبين ضفتي الأطلسي ينسج هذا التحول خصوصا وأننا نتكلم على منطقة الواقعة بين مداري الجدي والسرطان التي أيضا توجد فيها كل مشاكل بيئية متعلقة بالزراعة بالمياه بالغداء أيضا بمشاكل الهجرة حتى بالمشكلات الأمنية الأخرى المرتبطة أيضا بالبيئات الاستثمارية والتي تؤثر على الاستثمار بطريقة أو بأخرى لا حينما نتكلم عن الهجرة والتجارة في البشر والإرهاب أو حينما نتكلم عن غسيل الأموال وتجارة المخدرات وما إلى ذلك كل هذه المشاكل توجد في المنطقة الواقعة بين مداري الجدي والسرطان وهي المنطقة التي توجد عمليا في وسط القارة الأفريقية وغير بالقارة الأفريقية وشرق أو المنطقة التي توجد في القارة الأمريكية المطلة على الموحدة الأطلسية إذن بين ضفتي الأطلسي ينسج تحول الاقتصادي العالمي بمواضعه الكبرى المتعلقة بالطاقة بالماء بالغداء بالبعد البشري المرتبط بالهجرة والعنصر البشري المرتبط بالصناعة الطروة والصناعة الموارد الاقتصادية وما إلى ذلك فبالتالي جواتيمالا وكل الدول الموجودة في منطقة الأمريكا الجنوبية التي تنسج علاقتها مع المغرب في هذا التوقيت علاوة على كل أبعاد الأخرى ذات العلاقة بالبعد التنائي العلاقة مع المغرب علاقة ثقة يبني علاقات ثقة مع الدول في المجال الاقتصادي اليوم المغرب هو البلد الرائد على مستوى دول الجنوب بأكملها في إنتاج طاقة الأكبر حقول الطاقة الهوائية والطاقة الريحية الموجودة في المنطقة الجنوب بأكملها توجد في المغرب المغرب هو أكبر بلد الآن في المنطقة الجنوب بأكمل يعني جنوب الأطلسي على الأقل نحن عندما نتكلم عن جنوب الكوكب بيأكمله المغرب فيه أكبر الموانئ أكبر المطارات كوبريات البنيات التحتية للربط القاري كوبريات مشاريع الانتقال الطاقي الطاقة الهيدروجينية الهيدروجين الأخضر على مستوى الغاز على مستوى حتى الربط بين الصناعات نووية بعاد سلمية الآن مشاريع كوبريا يدخلوا غمارها المغرب ثم تجربة السيليكون المرتبطة بالأشباه الموصلات المغربية يدخلوا الغمار الصناعات هي التي ستغير وجه العالم فبتالي مواضيع كبرى للاقتصاد العالمي ترتبط بهواجس حماية الكوكب وحماية البيئة وترتبط أيضا بالاستجابة لتطلعات الإنسان باعتبار أنه المعضلات الكبرى من أمن من تطرف من إرهاب من هجرة توجد في الجنوب فبتالي هذه الشراكة وهذه الفتاحة القنصولية حتى نعود قليلا الماضية حتى الولايات المتحدة الأمريكية حينما فتحت قنصوليتها أو كانت لها مباشرة قنصولية مختصة فيما هو اقتصادي وهذا أيضا باتفاق في دراسة مجموع السيخمارات التي يمكن الاتفاق ديبلوماسي والقنصولي فبالتالي هناك تطلعات كبرى المغرب يعتبر الآن هو يعني تلك يعني مصباح الرصد مصباح الرصد الاقتصادي بالنسبة لدول الجنوب فيما يتعلق بمن الذي ينبغي أو من الذي يتعين عمله طيب الآن نتحول إلى الأستاذ بوشماما يعني اليوم كيف ساهم افتتاح قنصوليات جديدة في الأقاليم الجنوبية في تغيير قواعد اللعبة السياسية فيما يتعلق بهذا النزاع المفتعل ويعني كيف ساهمت عودة المغرب إلى حضن الاتحاد الإفريقي في هذا التحول في هذه اللعبة بالفعل وإن كنت أختلف ضمنيا على مستوى هذا التقديم لأنه بالنسبة لفتح القنصوليات بمدينتي العيون والدخلة ليس هو عاملا يعني سيساهم في تغيير قواعد اللعبة بقدر ما هو مؤشر على نهاية هذه اللعبة المفتعلة بمعنى أن نتأكيد على الاعتراف بالسيادة بمعنى أن ما ركمه المغرب يعني في إطار العهد الجديد من مصاري ديمقراطي ومصاري تنموي ومثل ما أشرى الأستاذين الفاضلين فكل هذه العوامل قد اجتمعت وأقنعت العديد من الدول على أن مشكل قضية الصحراء هو مشكل مفتعل وبأن الحل هو مقترحه المغرب بمعنى الحكم الداتي على هذا الأساس فلاحظنا على أنه الآن وصلنا إلى معدل 27 دولة وهذا ليس بالعدد البسيط لأن هناك دول أخرى تعترف مباشرة بمغربية الصحراء ومنها من تعتبر بأن مقترح الحكم الداتي هو الحل الأنسب والمناسب بالتالي فالعدد أكبر فالعدد الدول التي تساند طرح المغربي وتساند قضية وحدة ترابية للمغرب هي عدد كبير من الدول الأكيد على أن دخول المغرب للإتحاد الإفريقي لم يكن رغبة من المغرب لأن المغرب كان يشتغل على المستوى الإفريقي فرغم أن المغرب غادر الإتحاد الإفريقي في مطلع التمانينات إلا أنه حافظ على علاقاته مع دول الإفريقية وبالأخص دول غرب دول غرب إفريقيا كذلك حافظ على علاقات تنائية مع مجموعة من الدول الإفريقية يعني دول إفريقية هي التي طالبت من المغرب ولا ألحت على المغرب من أجل أن يعود إلى أسرته الإفريقية لأن المغرب له ما يعطيه لإفريقيا على المؤسسة المؤسسة لاحظنا بالفعل على أن المغرب دخل إلى عاد إلى بيته الإفريقي مؤسساتيا والمغرب لم يجعل يعني موقف بعض الدول من قضية سحراء مانعا أو فيه حرج لتعسيس هكذا شركات وهكذا علاقات للتعاون نأخذ على سبيل الاعتبار إتيوبيا والمغرب يعني يتجه إلى إقامة أكبر منصة للأسمدة في إتيوبيا وهي داعمة بالفعل لمشروع سد الوحدة والإنماء والإزدهار على مستوى يعني إتيوبيا وعلى محور شرق آسيا المغرب بالفعل كما قال الأخ نيجيريا وهو أكبر مشروع للغاز الذي ستستفيد منه العديد من الدول الإفريقية كما أن هذه الشراكة ما بين المغرب ونيجيريا ستستفيد منها كذلك الدول الأوروبية كما إذن على هذا الأساس فالمغرب كذلك اتجه نحو كينيا ويمد يده إلى جنوب إفريقيا المغرب اليوم يعي جيدا على أن قضية الصحراء هي من مخلفات الحرب الباردة العالم اليوم لا يعيش ما يسمى بالزمن الإيديولوجيا ماتت الإيديولوجيا العلاقات الدولية الآن تقوم على البراجماتية وعلى الواقعية وبالتالي فالمغرب عرف كيف يتموقع في ظل التحولات العالمية والمغرب اتجه إلى ترسيخ مصاريه الديمقراطي ومصاريه التنموي وكما تفضل الأخ النعوم فبالفعل ما يقدمه المغرب اليوم على مستوى التحول الطاقي على مستوى أن المغرب يضمن الأمن الغدائي للعالم من حيث أنه دولة تعد من دول قبرى على مستوى صناعة الأسمدة فالأمن الغدائي والطاقي أصبح اليوم عملة نادرة وبالتالي فالمصار الذي يسير فيه المغرب واستثماره في عمقه الأفريقي ووجود شاركات وهذا هو الأهم أريد أن أقف عند هذه النقطة فالمغرب رسخ شاركة استراتيجية مع الصين رسخ شاركة استراتيجية كذلك مع روسيا وهو حليف استراتيجي للولايات المتحدة ويتوفر على اتفاقية تبادل اتفاقية لا المتقدم مع الوضع المتقدم مع الاتحاد الأوروبي إضافة إلى مجموعة من اتفاقية التي تشمل مع توركيا ومع مجموعة من الدول بالتالي فالمغرب الذي نوع علاقته والمغرب الذي اختار الوسطية والاعتدار واختار السلم واختار السلام على مستوى العالم جعله يعني المغرب مقبولا من طرف الجميع فهو له علاقة مع أمريكا مع روسيا مع الصين وبالتالي المغرب فهو يسعى من خلال هذه العلاقات إلى تقديم نموذج لشراكات حقيقية جنوب جنوب وشراكات حقيقية ذات أبعاد عادلة ومنصفة بين الجنوب وما بين الشمال طيب يعني نواصل حديثنا معكم أستاذ أقرطيط ونريد أن نتحدث الآن عن مدى نجاعة ما سمي بديبلوماسية القنصريات التي انتهجها المغرب في هذا الملف إلى أي مدى نجحت هذه الدبلوماسية دبلوماسية القنصريات في التعريف بيعني عدالة ومشروعية قضية الوحدة الترابية للمملكة المغربية وأيضا يعني تحدث أستاذ بوشمامة عن موت الإيديولوجيا إيديولوجيا العلاقات الدولية والآن العلاقة الدولية صرت تقوم على البراجماتية بشكل أكبر أي دور للدبلوماسية التنموية اليوم التي تنتهجها الرباط في هذا الملف سأنطلق من آخر كلمة البراجماتية لأربطها بما قاله الأستاذ بوشمامة أعتقد على أن المغرب وأقولها دائما حقق إنجازات كبيرة جدا بالنظر انطلاقا من البراجمات الجديدة التي أصبحت تعتمدها السياسة الخارجية والدبلوماسية المغربية وأعتقد على أنه ينبغي الإقرار على أن هناك عقل استراتيجي خلف هذه الدبلوماسية وخلف هذه السياسة الخارجية بمعنى أن المملكة المغربية أصبحت لديها رؤية للسياسة الخارجية والدبلوماسية صحيح أن كل الدول لها سياسة خارجية ولكن انطلاق رؤية هناك القليل من الدول صراحة تمتلك هذه الرؤية على المستوى الدولي وعلى المستوى الإقليمي وأعتقد على أن هذا العقل الاستراتيجي أولا خلال مرحلة أولى وانطلاقا من هذه الخلاصة هو أنه تمت موت الإيديولوجيا بمعنى أننا أنهينا فترة كاملة وكان ملف الصحراء المغربية ضحية لهذه الفترة أي فترة الإيديولوجيا فترة القرن العشرين وبالتالي المملكة المغربية انطلاقا من أنها عمدت إلى قراءة هذه المتغيرات عن مستوى المشهد الجيوسياسي الدولي والإقليمي عملت على بلورة باراديغمات جديدة تعتمد البراغماتية من جديد وتعود إلى عنصر أساسي على المستوى العلاقة الدولية وفي عالم علاقة الدولية وهو عنصر القوة بمعنى أن الدول على المستوى الدبلوماسي وعلى المستوى السياسي الخارجية إما أنها تصرف عناصر القوة التي تمتلكها إما أنها تصرف فائد قوة إما أنها تصرف القوة وأعتقد أن المملكة المغربية فهمت على أن المرحلة الجديدة بعد بطبيعة الحال هذه المتغيرات التي بدأت مع بداية الربيع العربي إلى حدود الآن عملت على جعل تحالفة الدولية عنصر قوة مهم جدا وبالتالي تبنت براديقم جديد يعتمد على ضرورة تنويع الشركاء على المستوى الدولي وعلى المستوى الإقليمي وجعلت منه مبدأ أساسيا في الجغرافية السياسية على المستوى الدولي فهمت المملكة المغربية على أن الدول الصاعدة والدول الحليفة تقليديا للمملكة المغربية في حاجة ماسة إلى المغرب وكما قلت على أنه الآن نشهد تحالفات ونشهد اصطفافات سياسية حدة وأعتقد على أنه من لا يفهم على أن هناك تحالفات جديدة حتى وإن كنا نتحدث عن الغرب ينبغي الإقرار على أنه على مستوى هذا الغرب هناك تكتولات داخل هذا الغرب وأعتقد كما قلت على أن هذا التحالف الأنجلوساكسوني إلى جانب هذه الدول الخمس الكبرى التي تقع على المستوى القارات الخمس بمعنى كولومبيا كوريا الجنوبية والمغرب وإسرائيل وبولندا هذه تشكل دول أساسية ضمن هذا التحالف القوي جدا على المستوى الاقتصادي والسياسي والأمني والديبلوماسي وهناك تعازر على المستوى الأداء وكذلك ينبغي الإقرار على أن المملكة المغربية فهمت على أن المسار الأممي هو مهم جدا وبالتالي تظل ديبلوماسيا المغربية تشتغل داخل المنظمات الدولية وخصوصا داخل الأمم المتحدة وما الإشارة إلى أن الدول التي لم تفتح بعد قصولية وتمثيلية على المستوى الصحراء هي قليلة جدا بالنظر إلى 94 دولة الآن التي تتبنى مبادرة الحكم الذاتي كذلك ينبغي الإقرار للانتصار التاريخي للمملكة المغربية هذا الانتصار ليس فقط في اعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بمغربية الصحراء لكن في دفع إسبانيا بالخصوص ومستقبلا فرنسا إلى إعادة التموضع فيما يتعلق بملف الصحراء المغربية وضرورة الالتزام بشروط المملكة لأننا الآن تمكنت المملكة في مرحلة معينة من بناء عناصر القوة والآن هي في مرحلة تصريف هذه القوة وهناك فرصة لفرنسا الآن أن تلتحق بركب هذه الدول وإلا ستكون وكما عشر الأستاذ بوشامة الآن تجمعنا شبكة مصالح كبرى مع كل دول قوية على الصعيد الدولي إن الصين إن روسيا إن الولايات المتحدة إن إسرائيل إن دول إفريقية بكاملها حيث أصبحنا الآن دولة نافدة ومؤترة على المستوى الجغرافية السياسية الإفريقية طيب الأستاذ نعومي تحدث الأستاذ أكرتت عن الاستفافات السياسية وعن أهمية هذه الاستفافات وعن التحالفات الدولية التي أكيد أنها تلعب دورا مهما في مصار هذه القضية أي رهانات جديدة لعملية فتح قنصريات جديدة في الأقاليم الجنوبية خاصة بلدان عربية في المنطقة فتحها لقنصريات وتحدث أيضا عن نقطة مهمة هي فرنسا اليوم هل يمكن أن نشهد بعد الزيارة المرتقبة للرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون إلى المغرب هل يمكن أن نشهد تحولا في المواقف الفرنسية ووضوحا أكبر فيما يتعلق بالنزاع حول الصحراء؟ فرنسا أن تغير موقفها هذا محتوم قدر لا يرد بالنسبة لفرنسا أن تغير موقفها وتذهب في نفس الاتجاه لأنه هذا النهر نهر الاعترافات الدولية بمغربية الصحراء ومراكمة المزيد من النتائج ومن المكاسب هذا غير قابل للرجوع لا تراجع فيه ويصب في اتجاه واحد وبالتالي فرنسا لها خيار خياران إما أن تذهب في نفس الاتجاه أو أنه سيتجاوزها النهر وبالتالي ستبقى في مكان جاف وبالتالي فرنسا ليس في صالحها أن تبقى في ذلك المكان بل هي تحاول أن تهيئ عناصر لعبتها الداخلية لكي تواكب جريان النهر فقط هذا هو الذي يؤخر فرنسا إلى الآن أما هو على المستوى الدبلوماسي فرنسا حسمت أمرها منذ زمان في المجلس الأمن فرنسا دائما تدعم قرارات مجلس الأمن وتدعم الحكم الداتي وتدعم الدعم الأممي والدعم مجلس الأمن للحكم الداتي كخيار وحيد لإنهاء هذا النزاع المفتعل لكن إذا أردنا أن نوسع نطاق الرؤية قليلا لكي نفهم أهمية هذه الدينامية دينامية القنصليات وأهميةها وقيمتها الدبلوماسية والسياسية وأولا هذا النزاع المفتعل مر بمراحل كبرى على الأقل حينما نتكلم عن العملية السياسية بدأت في العام 1991 لكن الانطلاق الكبرى أو التحول الأكبر سيشهده هذا الملف في العام 2007 حينما دعم مجلس الأمن المقترح الحكم الداتي لكن إذا ذهبنا إلى التعرجات التي حصلت منذ العام 2007 إلى الآن حصلت مجموعة من تحولات يعني الدول التي تفتتح وقنصلياتي هي تقرأ هذه التحولات مثلا أول قرار لمجلس الأمن سيتفاعل مع مشكلة السحل والسحراء كان في العام 2013 لم يكن موجودا أي تفاعل لمجلس الأمن مع مشكلة السحل والسحراء قبل العام 2013 لأنها قبل العام 2013 لم تكن مشكلة السحل والسحراء موجودة أصلا قبل أن ينهر نظام الليبي وينتقل مرتزقا الذين بقوا أو تسبب سقوط نظام القدافي في أن يهاجروا أو يذهبوا إلى منطقة السحل والسحراء ثم كمية الجماعات الإرهابية التي ذهبت من منطقة الشرق الأوسط إلى منطقة السحل والسحراء هذا متغير مهم جدا دخل على الخط فرنسا بعد العام 2013 دخلت في أكبر عملية عملية برخان في منطقة السحل والسحراء وفشلت هذه العملية بعد ذلك عام 2018 الملف دخل في مصار ديبلوماسي وملف الموائد المسادرة ثم جاءت العملية القرقارات وما بعدها فرنسا تقرأ هذه التحولات مثلها مثل غيرها وتعرف أنه عدد القنصرية التي تفتتح على مستوى الأقاليم الجنوبية كتكتل هي تصب في عدد 90 أو أكثر من 90 دولة التي تدعم الحكم الداتي في الأمم المتحدة في مجلس الأمن وهذا كله يصب في دعم مغربية السحراء على مستوى الأمم المتحدة لأنه قريبا ستسحب القديم للجنة الرابعة طيب سنعود دائما للتفصيل في موضوع التحولات التي يشهدها ملف السحراء المغربية وسنعود الآن إلى سوديوهاتنا في طنجة ونعود لنلقاكم من جديد مشاهدينا على الساعة السابعة والنصف ابقوا معنا طيب نواصل في هذا الجزء الثاني من برنامج ملف خاص معكم أساد نعوم وحيث توقفنا اليوم أي أثر قانوني لهذا الدعم الدولي الذي يشهده ملف السحراء وللطرح المغربي بفتح قنصريات جديدة في الأقاليم الجنوبية وتحدثنا أيضا عن القراءة الفرنسية لهذه التحولات الجديدة التي يعرفها الملف سواء على المستوى الأممي أو الدبلوماسي بشكل عام يعني هل سنشهد تعميقا للقراءة الفرنسية للتحولات التي يشهدها هذا الملف اليوم؟ وأولا من ناحية القانونية يعني ما الذي يزعج حتى خصوم الوحدة الترابية المغربية بخصوص فتاح القنصليات نلاحظ مثلا سمعنا كلام من وزير خارجي الجزائري في مرات سابقة أنه يحاول أن يقلل من شأن هذا الموضوع وبالمقابل نجد أنهم يفتتحون قنصلي أو سفار لجنوب إفريقيا يعني جنوب إفريقيا لديها سفارتين الآن في الجزائر يعني نكاية بهذا المسلسل أو محاولة للتقليل من شأنه أهميته على المستوى القانون ما هي؟ نحن دائما في المملكة المغربية دائما المغرب يقول أن هذا النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية هو في الأمم المتحدة يوصف قانونيا كنزاع مرتبط بالأمن والسلم الخصوم الوحدة الترابية المغربية يحاولون أن يقنعوا أنفسهم يعني عبثا وكذبا بأن القضية قضية تصفية استعمار في عين الاستعمار صوفية في العام 75 إذن هذا المصار ديبلوماسي ما هي أهميته؟ لدينا أكثر من 30 قنصولية مفتتحة في أقالي من الجنوبية وهي تمثل خزان ووقود وتكتل حقيقي بين المغرب وبين كم من الدول الصديقة والشقيقة التي وصرت أعلى درجات الاعتراف بمغربية الصحراء من خلال فتاحها للقنصولية ثم أيضا هناك أكثر من 90 دولة على مستوى الأمم المتحدة تدعم الحكم الداتي كحل لإنهاء هذا النزاع المفتعل وهو أيضا من أوجه أشكال الاعتراف التي تسمح بها مرونة السلوك الدبلوماسي المغربي تجاه الفائلين الدوليين لأنه هناك من اختار أن يعبر من خلال الاعتراف الصريح وبناء قنصولية هناك من يدعم الحكم الداتي في الأمم المتحدة هناك حتى من اختار الحياد الإيجابي حتى من اختار أن يكون له علاقة بالانفصاليين أو بالجمهورية الوهمية لكنه لا يصل إلى مستوى مدهم بالمال والسلح كما تفعل الجزائر يعني سلوكه بالنهاية يمكن أن يفهم كموقف سياسي جاء في لحظة معينة يمكن أن يدول ويدوب مع الوقت وهذا حدث مع مجموعة من الدول فبالتالي نصل إلى القراءة التالية لدينا أكثر من 90 دولة في الأمم المتحدة تتبنى خيار الحكم الداتي وتدعمه بشدة الأمم المتحدة كان فيها من دولة 193 دولة أعضاء في الأمم المتحدة بمعنى أنه حينما سنتجاوز وده الذي يخيف المرتزقة ويخيف من يدعمهم وأنه حينما سنتجاوز عدد المئة أو المئة أو زيادة من الدول التي تدعم خيار الحكم الداتي عند أول اجتماع في الجمعية العامة يسحب الملف من اللجنة الرابعة وكان قد أشار إلى هذا الكلام السفير دائم الممتل للمملكة المغربية عمار هلال حينما قال أنه لا ينبغي أن يتم أو أن تتواصل بحت هذه القضية في اللجنة الرابعة وفي الحقيقة يعني فرنسا حينما تنظر إلى هذا المعطاية يتعرف أن فرنسا دولة عريقة في التقاليد الدبلوماسية وتعرف أنه هذا الموضوع هو ماضي إلى أن ينتهي تماما إلى أن يخرج من أرويقة الأمم المتحدة تماما وإن بقي في مجلس الأمن سيبقى كقضية أمن وسلم لارتباطه بالساحل والصحراء وهذا التكييف الذي قلت بدأ في العام 2013 لأنه في العام 2013 قرار بجلس الأمن لأول مرة سيدكر الساحل والصحراء وسيربط النزاع المفتعة حول السحرائينا بمشكلة الساحل والصحراء ثم سيتطور هذا الجدل أو هذا النقاش وتلك الفقرة في جميع القرارات التي ستأتي من بعد في العام 2018 مسلسل الموائد المستديرة بعد القرقرات جاء مسلسل جديد الذي هو قرار 26-0 قرار 26-54 واللذاني يعني يذهبان في اتجاه طورية الجزائر وفي اتجاه توسيع مهام المبعوط الشخصي لكي يوريط الجزائر في ملفات أخرى فبالتالي نحن أمام تحول داهب في اتجاه أنه يوريط الأطراف الآخرين في أنهم يقوضون مسألة الأمن والسلم في منطقة الشامل إفريقيا وغرب إفريقيا فعمليا نتكلم عن الساحل والصحراء فرنسا في وجه كل هذا تنظر إلى معطيين المعطى الجيوسياسي المرتبط بفشلها في مالي وفي مكافحة مشكلة الساحل والصحراء والمعطى القانوني المرتبط بتطور إيجابي في صالح الوحدة الترابية المغربية وفي صالح حلفاء المغرب وفي صالح استفافات المغرب وبالتالي ستكون فرنسا يعني مدخل فرنسا هو أنها من باب توطيد علاقاتها التي لديها مجموعة من العوامل المناعة والأسس المبنية عليها بين المغرب وبين الفرنسا ستوتضها من بوابة جديدة من خلال تحسين وتصحيح وتوضيح صورتها بين المعادلة التي وضعها جلالة المريك باعتبار أن الصحراء هي المنظر الذي نقصه بيسيق صدقات ونجاعة الشركات ومن هنا يكون لفرنسا فرصة لأن تعيد إنتاج الضور الذي كانت تأمله من عمليات برخان وفشلت فيه في مالي وحينما انسحبت من مالي وسلمتها للجزائر بعد أن عدلت الجزائر في العام 2016 عقيدتها العسكرية لكي تقوم بهذا الدور مني دورها سريعا بالفشل فاستنجدت بالروس وبالمرتزقة وما إلى ذلك وأدخلت مالي في آتون فوضى حقيقية فبتالي فرنسا بوابتها المسألة القانونية أو النقاش القانوني الذي أشرت إليه وإلى تطوره وإلى الفهم الفرنسي له وهذا شاهدنا في مجلس الأمن من خلال دعم فرنسا لقرار مجلس الأمن 26-0 جوج وأيضا 26-54 هذا هو الذي سيمكن فرنسا من أن تعيد إنتاج دور لها لكن بشراكة مع المغرب الذي ينبغي أن يتغير في عقل بعض من خبل فرنسية هو أنه مغرب الأمس ليس هو مغرب اليوم الكلمة المفتاحية التي قيلت للديبلوماسي الإسبانية والتقطتها وتغيرت وتموضعت بناء على هذه المعادلة الفرنسيون بعد النخط في فرنسا ما زالوا لم يحضموا جيدا هذه المعادلة لكن القدر المحتوم هو أنهم سيتموضعون بناء عليها ولن يكون لفرنسا أي دور في القارة الإفريقية أو في غير القارة الإفريقية أو حتى في أوروبا نفسها إلا بأن تتموضع وتصطف خلف المغرب أستاذ بوشمامة تحدث أستاذ نعوم عن تحركات كل من الثناء البوليزاريو والجزائر فيما يتعلق به توسع دائرة الاعترافات بجدية ومصداقية مقترح الحكم الذاتي الذي يقدمه المغرب يعني وسط هذه المكاسب الدبلوماسية التي يحققها المغرب أي تأثير اليوم لما تقوم به أو التحركات الجزائرية وأيضا للبوليزاريو للتنقيص من أهمية هذه المكاسب الجديدة التي تحققها الدبلوماسية المغربية فيما يتعلق بمصار هذا الميلة أولا الحديث عن البوليزاريو هو حديث لا يمكن أن يعتد به لأن البوليزاريو ترفض أنفاسها هي حركة بدأ المغرب الآن يدخلها إلى قبرها إن صح التعبير لأن المغرب نجح بالفعل في توصيف وضعية لا قانونية لهذه الحركة التي تشكل تناقضا على مستوى تناقضا صارخا على مستوى القانون الدولي بحيث لا يمكن أن تكون دولة داخل دولة دولة وهذا هو إشكالية الجزائر بالتالي يقدمنا الحديث عن الجزائر والجزائر على هذا المستوى هي صرخة في بئر عميق وتحركتها هي كرقصة المدبوع الجزائر فقدت كل أوراق القوة فيما يتعلق بمناكفاتها وعدائها للوحدة الترابية للمملكة المغربية المغرب كما قال الأستاذ الحسن هي أن المغرب عرف كيف يتموقع في مرحلة ما بعد يعني الحرب الباردة وما بعد الإيديولوجيا كما قلت فلماذا؟ لأن الجزائر ظلت متشبتة بطروحات كلاسيكية طروحات متجاوزة وبالتالي فالمغرب فهم جيدا على أن المصار الذي سيتخذه العالم هو مصار نحو العقلانية ونحو البراغماتية كيف سقطت أوراق القوة من الجزائر لأن الجزائر ظلت منغلقة على ذاتها الجزائر تعتقد في قرارة نفسها بأنها هي القوة الضاربة وتعتقد بأن بإمكان الجزائر جزائر بومدين لازل يحملون فكر بومدين ومرحلة بومدين لازلت حاضرة على مستوى قصر المرادية هم يعتقدون على أن بإمكانهم أن يكونوا القوة الأساسية في هذه المنطقة وأن لا قرار ولا تنمية ولا مصار إلا عبر قصر المرادية وهذا شيء أثبتت الوقائع على أنه فاقد للمصداقية الجزائر ببحبوحتها المالية يعني أكثر من 200 مليار ماذا أنجزت بها الجزائر لم تنجز شيئا الجزائر الآن لم تستطع أن تنجز تنمية حقيقية الجزائر الآن لا يمكنها أن تقوم بدورها الإقليمي كما قال الأستاذ نعوم فهي قد فشلت على مستوى منطقة الساحل سواء أن كان الأمر يتعلق بالنيجر أو أن الأمر يتعلق بأتشاد الخطير هنا هو أن الجزائر الآن ستحول إلى قنبلة موقوتة وهذا هو الذي يدفع فيه المغرب اليوم المغرب اليوم يقول على أن توجه الجزائر ألفناه على أنه هو توجه عدائي ضد المغرب لكن الجزائر الآن ليس أمامها إلا أن تسدق سبول الانتحار السياسي وبالتالي فالجزائر أصبحت تشكل خطرا على المنطقة بأكملها لماذا؟ لأن الجزائر التجأت إلى الفاغنر والجزائر التجأت إلى حزب الله والتجأت إلى إيران وتريد أن تعسكر هذه المنطقة وأن تصبح هذه المنطقة مهددة للسلم بمعنى أن الجزائر تريد أن ترفع الصقف على مستوى التهديد وهذا هو حال الذي صعد إلى أعلى قمة الشجرة وفشل في الإبتزاز والآن يطلب سلما للنزول إذن على هذا الأساس فالمغرب أقول على أن المغرب وهنا أستحضر مقولة جلالة الملك على أن قضية الصحراء هي قد طويت فملف الصحراء قد طوي ما يجب أن نبحث فيه الآن ما يجب أن نبحث فيه الآن من خلال هذه القنصليات من خلال الدول العظمى من خلال الدول الصديقة وأخص بالذكر هنا دول مجلس التعاون الخليج هو البحث الاستباقي على آليات ترتيبات الحل وهذا الحل في ماذا يرتبط يرتبط في إقامة نظام الحكم الداتي أعتقد على أن الاستحقاقات القادمة يجب أن يبادر المغرب إلى تنزيل مقتضيات الحكم الداتي بما يعني أن تطبيق هذا النظام سيكون بالموازات مع وضع آلية قانونية ووضع آلية مالية لعودة اللاجئين المغاربة المحتجزين في تندوف الآن يجب تضييق الخناق على الجزائر من خلال السماح للمفوضية السامية للاجئين من أجل إجراء إحصاء لساكنة المخيمات هذا الإحصاء سيمكن المنتظم الدولي والمغرب على وجه الخصوص على اعتبار أن الجالية أن الساكنة المحتجزة هناك هي في جزء أكبر منها هي مغاربة صحراويون بالتالي فأنا أقول على أن الآن يجب أن نتجه إلى ترتيبة الحل النهائي يجب إسكان العائدين يجب توفير المجال وبالتالي فالمغرب بالفعل يتجه في هذا التوجه من خلال البنيات التحتية واللوجستيكية بالأقاليم الجنوبية فالجلالة الملك حينما قال بأن وسط المغرب لم يعد هو الضار البيضاء وإنما هو منطقة سوس وهي جهة سوس فنحن نعرف تاريخيا علاقة جهة سوس ومنطقة سوس بمنطقة الصحراء وما بعد الصحراء وهي منطقة السودان الغربي بالتالي فالترتيبة الآن تجري على تحويل منطقة الصحراء إلى سنغفورة جديدة وتحويل الأقالم الجنوبية إلى رافعة من روافع التنمية التي ستمكن من إيجاد حلول مستدامة لإشكالية الفقر ولإشكالية الإرهاب ولإشكالية الإنفلات الأمني في منطقة الساحل والصحراء وبالتالي فهذا التوجه هو الأساس اليوم وأن أي مقاربة يجب أن تتجاوز الطروحات الدفاعية بمعنى نحن نسنا الآن في مرحلة الدفاع عن قضية الصحراء في اعتقاده أن قضية الصحراء قد حسمت وعلينا الآن أن نتوجه بزخم القوة الدبلوماسية وبعناصر القوة التي يملكها اليوم المغرب من أجل ترتيب الحل النهائي القائم على الحكم الذاتي دعنا نواصل سيد أقرطيط الحديث عن الابتزازات التي تقوم بها الجزائر اليوم تجاه كل من عبر عن دعمه لمقترح الحكم الذاتي الذي يتقدم به المغرب أي تأثير اليوم لهذه الابتزازات على الدول الداعمة لعادلة ومشروعية قضية الصحراء المغربية وقد شهدنا ابتزازا أخيرا فيما يتعلق بملف الطاقة ونحن اليوم في ظل حرب أوكرانية روسية يعني تفرض على مجموعة من الدول الأوروبية مشاكل كثيرة فيما يتعلق بملف الطاقة ومن ضمنها إسبانيا التي عانت من هذا الابتزاز بنظري سياسة الابتزاز التي تمارسها الجزائر مع الدول معينة أعتقد على أنه في صالح المملكة المغربية لأن في نهاية المطاف تنتصب الجزائر بالنسبة لأوروبا كشريك غير موتوق به ومدومنا قد تحدثنا عن فرنسا ينبغي الإقرار على أن فرنسا الآن التي تصارع للحفاظ على وجودها على المستوى الإفريقي وعلى نفودها وتأثيرها على المستوى المنطقة فرنسا هي مخطئة وهي واهمة إن اعتقدت بأن ميزان القوى على المستوى النفود هو سيميل لصالح الجزائر لصالحها عن طريق الجزائر لأن في نهاية المطاف الجزائر تربطها بروسيا علاقة استراتيجية بمعنى هناك تداخل على المستوى على المستوى الأهداف وهناك تداخل على المستوى السلوك وعلى المستوى الأداء وفي نظري فرنسا وكل الدول أخرى التي تدور في فلاك فرنسا هي معنية بتطوير بالنظر إلى هذا الانفزاز الذي تمارسه دولة الجزائر هي معنية بتطوير شراكة استراتيجية مع المملكة المغربية لأن المغرب الآن أصبح الآن في قلب الجغرافية السياسية العالمية وحتى الجانب الطاقي منها أصبح يشكل منصة مهمة جدا لتطوير الطاقات المتجددة وتتبعتم خلال أشهر الأخيرة وخصوصا من سنة 2012 وتم تعزيز أكثر من ذلك هذه السياسة الطاقية وهذه استراتيجية للمملكة التي تطرح نفسها كبديل ما دمنا نتحدث على أن سياسة الطاقية العالمية فيها تحولات الآن كبيرة هناك تحول فيما يتعلق بالاعتماد على الوقود الأحفوري هناك توجه إلى إنهاء التبعية للوقود الأحفوري وإلى إنهاء التبعية للدول المنتجة لهذا الوقود والاستعادة بالطاقة البديلة وفي نظري أن هذا النادي الذي أصبح ينتج الطاقة المتجددة ولا أقول الطاقة البديلة لأن في نهاية المطاف الغاز هو طاقة بديلة في حين أن الطاقة المتجددة هي مرتبطة بالطبيعة وهي غير ملوثة وبالتالي فاستقلالية أو الأمن الطاقي للدول الأوروبية التي تبتزها الجزائر هو مرتبط بالمملكة المغربية سواء لما ناحية أن المملكة المغربية أصبحت الآن تمتلك صناعة للطاقة المتجددة بعد الاتفاق الإطار الذي أصبح يجمعها مع الاتحاد الأوروبي من سنة 2012 أو مع ألمانيا أو عقود شراكة التي تم توقيعها خلال السنوات الأخيرة وتم تعززها خلال الشهور الأخيرة بمعنى أن المملكة المغربية أصبحت دولة تتحكم أصبحت دولة تتحكم في تقنية الإنتاج في تكنولوجيا الإنتاج وأكثر من ذلك الاكتشافة الأخيرة للشركة للشركة الكندية فيما يتعلق بأن نحاسن النقي ونحن نعرف على أن الطوربينات الهوائية تعتمد بشكل كبير على مادة النحاس والمملكة المغربية بالنظر كذلك إلى اكتشافات المتعلقة على المستوى الجنوب التي تم الحديث عليها فيما يتعلق بما يسمى بالتغاغ الطاقة المعادن الندرة المملكة المغربية أصبحت لها كل عناصر لتكون في مصاف نادي الدول المنتجة للطاقة المتجددة خصوصا أن هذا النادي صغير جدا وأن هذا النادي فيه تناقضات كبرى لأن كمثال على ذلك أن الصين هي الدولة الأولى على المستوى إن تجتاقت المتجددة لكن في نفسي الآن الصين هي الدولة رقم واحد في الإنبعاتات السامة فيما يتعلق بصناعتها وبالتالي المملكة المغربية سواء هذه الواجهة الأطلسية والمتوسطية التي تمنح للمملكة المغربية 3000 كم من المياه كذلك من المياه وتواجدنا على خط مهم جدا فيما يتعلق بحركة الرياح كذلك الألوح الساخنة على المستوى الصحراء كل هذا يجعل من المملكة المغربية بالنظر أولا إلى أنها أصبحت الآن معروفة على أنها شريك ممتوق به على اعتبار أن النظام المؤسساتي والسياسي للمملكة المغربية يتمهى مع النظام الفيستفالي الحديث بمعنى مع هذا النظام الذي تعتمده الدول الأوروبية من جهة كذلك هذا العامل كذلك كون أن المملكة المغربية بالنظر كما قلت إلى مراكمة عناصر القوة سواء فيما يتعلق بطبيعة الاقتصاد أو ما يتعلق بالقوة العسكرية والقوة الأمنية على الاعتبار أن المملكة المغربية الآن أصبحت رقم مهم في المعادلة الأمنية الإقليمية وأعتقد على أن الجيش المغربي الذي تمكن من حفاظ على قواعد الاشتباك والعمل على عدم تغيير المعطيات على مستوى الأرض بمعنى أننا أمام هذه الاستراتيجية الشاملة للمملكة المغربية في العلاقة مع المنتظم الدولي سواء لناحية أن المملكة المغربية ستعمل على الحفاظ على السلم والأمن الإقليمي وهذا التزام مع الأمم المتحدة ومع المنتظم الدولي سواء فيما يتعلق بارتباطها بالاتحاد الأوروبي من ناحية سواء مشروع الطاقة المتجددة أو حتى على مستوى الوقود الأحفوري نتحدث الآن على أن الخط هناك خط قوي جدا أشار إليه الدكتور نعوم هو الخط النجيري المغربي خوخة الغاز هذا الذي يشكل الآن بديل مهم وهناك اهتمام كبير به وبالتالي أقول على أن الجزائر أمام هذه الحركية السياسية والديبلوماسية للمملكة المغربية أمام تساع رقعة الشراكات الدولية والإقليمية أمام هذا الاختراق الكبير من سنة 2017 إلى حدود الآن وفي فترة وجيزة للقارة الإفريقية نتحدث الآن على أن التلتي الدول الإفريقية هي تدعم مغربية صحراء وهي تدعم مبادرة الحكم الداتي طيب أستاذ نعوم في ظل هذه المتغيرات وباعتبار اليوم أي تغيير نشهده في التوجه الدولي من أجل حل النزاعات انطلاقا مما نشهده من تحولات فيما يتعلق بتسوية هذا النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية وأيضا بعد كل من أزمة كورونا الحرب الروسية الأوكرانية أي تحول يشهده اليوم التوجه العالمي في التعاطي مع هذه النزاعات بأبعاد اقتصادية بأبعاد تنموية أكثر بشكل يتفوق على الأبعاد السياسية هو دائما ما هو الضمانة بالنسبة للمجتمع الدولي بالنسبة للفاعلين الأساسيين فيه خصوصا نتكلم عن منظومة الأمم المتحدة أو الجماعة الدولية المعاصرة التي تمثلها الأمم المتحدة الضمانة هي الشريك من هو الشريك في حل هذا النزاع يعني كل النزاعات المعروضة مثلا على الأمم المتحدة وبتاريخ النزاعات كلها أو حتى باستعارات تاريخ ديبلوماسي يعني إن شاء القول هناك كتاب مهم جدا لكاتب ومفكر فرنسي يسمه جون ديروزيل يسمه تاريخ ديبلوماسي استعرض كل تفاصيل القرى العشرين يعني القرى العشرين مشاكل القرى العشرين على الأقل منذ منظومة عصبة الأمم بعد الحرب العالمية الأولى دائما مشكلة النزاعات التي تحدث وتستعصي استعصي حلها على المنظومة الأممية وعلى الفاعلين القانونيين الدوليين وحينما يكون أطراف النزاع أو الشركاء في هذا الحل لا يريدون حلا حينما يكون على الأقل شريك واحد أحد الشركاء يريد فيعل الحل هذا يعني يجعل يجعل الأمور تتأرجح مثلا على مستوى متاق الأمم المتحدة بين الفصل السادس وفصل السابع مثلا الآن النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية هو مدرج على الفصل السادس بمعنى أنه يدخل في إطار الحلول السلمية أو الحلول السياسية السلمية لماذا؟ لأنه هناك طرف مثلا المغرب منذ العام 2007 هناك فقرة متواردة منذ أن قدم المغرب مقترح حكم الداتي وبناء على الطراكم الذي سبقه وأيضا حتى المقترح نفسه لأن المقترح نفسه ما فيه فيه فقرة خاصة في مقترح حكم الداتي تقول أن المغرب ساغى هذا المقترح بناء على مجموعة من المعطيات منها النقاش الذي ضاره داخل الأمم المتحدة من المغرب ينصط أيضا فيه الاعتبار الآخر المرتبط بأنه المغرب يريد فعلا حلا وهذا قيل في قرارة مجلس الأمن كلها منذ العام 2007 فبالتالي ماذا هناك الشريك يريد إنهاء هذا النزاع ويشهد له بذلك مجلس الأمن يقول الجدية والمصدقية والرغبة في الدهاب بهذا الأزمة أو هذا النزاع المفتعل نحو الحل ماذا مجلس الأمن يقول هذا الكلام على المغرب إذن بقي للآخرين إما أن يكونوا جزءا من الحل أو أن يستمروا على سلوكاتهم التي هم فيها الآن تحلل من اتفاق وقف اطلاق النار تعرقلت مجهودات الأمم المتحدة الاستضام مع المينورسو عرقلت المنفوضي السامي لشؤون لاجئين كل ما يفعلونه الآن يكيفهم قانونيا كطرف لا يريد حلا وبالتالي قد ينتقل الأمر بهم إلى أن يوضعهم على الفصل السابع والموضوع ينتهي تماما من أرويقات الأمم المتحدة فهذا هو الضمانة الضمانة هو سلوك المغرب والمغرب حتى حينما يتكلم عن الوحدة الترابية لأرضه هو يتمسك بهذا المبدأ في العالم كله ولاحظنا حتى المغرب وموقفه من أوكرانيا قال مع الوحدة الترابية لجميع الدول الأضافة في الأمم المتحدة المغرب لا يكيل بميكيالين عكس الآخرين نشكركم جزيلا على كل هذه التوضيحات كنتم معنا ضيفا الأستاذ عبد الفتح نعوم المحلل السياسي نشكركم أيضا كنتم معنا ضيفا السيد الحسن بوشمام الكاتب المتخصص في الشأن السياسي وأعوذي إليكم أيضا وأتوجه إليكم بالشكر كنتم معنا ضيفا أستاذ الحسن أكرطيت وأنتم الكاتب والباحث في العلاقات الدولية شكرا على حضركم معنا أشكركم أيضا مشاهدين على طيب المتابعة في أمان الله اشتركوا في القناة